تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء تستمل فعليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبرالي وأنظمة استخبارات المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة دولية واسعة وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول موضوعات تعزيز الأمن السبرالي والمساعي الدولية المبذولة في هذا الإطار وخاصة التعاون بين مختلف الأطراف الدولية جهود كبيرة تبذلها الدولة في مجال الأمن السبرالي بالتعاون مع مختلف الجهات الأقليمية والدولية حيث تتوصل لليوم الثاني على التوالي مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبرالي وأنظمة استخبارات المعلومات الذي يغطي مواضيع شاملة في هذا المجال للمساهمة في استكشاف الحلول المستدامة والسراتيجيات التحول السبرالي لقضايا الأمن السبرالي الأكثر الحاحن حرصين على تواجدنا في مؤتمر مهم مثل هذا المؤتمر في مجال الأمن السبرالي تحت رعاية وزارة الاتصالات وكونه إحنا عندنا تعاون مستمر مع الهيئات الرقابية في مجال السابر سوكريتي في مصر وطبعا سوق المصري سوق واعد وناشئ وضروري أن يكون متواجدين في مؤتمرات مهمة بحيث أن نتبادل هذه الخبرات التي هي مهمة في هذا الوقت كونه السوج المصري اليوم بيشهد تطور كبير في مجال التحول الرقمي أهميته طبعا أنه هو بيوضح مدى اهتمام الدولة بأمن المعلومات اللي دايما مهتم جدا أو مهم جدا هو يرتبط بخطة دولة التحول الرقمي دايما التحول الرقمي معناه إتاحة بيانات وتدولها بين مختلف المؤسسات سواء حكومية أو خاصة معناه أنه فيه خدمات بتطلع للجمهور سواء هو عميل أو هو مواطن الخدمات دي في الآخر مجرد ما هي طلعت على شبكة الإنترنت فهي بقت معرضة لهجمات كتير لازم نفهم إيه أنواع الهجمات نحمي نفسنا منها إزاي المؤتمر كونه متخصص في مجال أمن المعلومات دي حاجة مهمة جدا لأن مصر ما فيهاش مؤتمرات كتير قوي بتتكلم عنه موضوع دا ومحتاجين حاجات زيكية تتعمل كل فترة لأنه المخاطر اللي بتحصل بسبب التحول الرقمي وسوء استخدام البيانات بتزيد كتير مستواهب مختلف من أفراد لشركات المؤسسات فمؤتمرات زي كده بتقرب مسافة بين الناس اللي رغبين نهم يحصلوا على خدمات الشرية والشركات اللي بتقدم خدمات زي كده في سوء مجالات الأمن السيبراني متنوعة وعديدة بالإضافة لكونها عابرة للقرات ومن هنا كانت أهمية مثل هذه الفعليات التي تهدف إلى رفع وتعزيز قدرات الأمن السيبراني خاصة في الدول العربية والإفريقية والاستفادة من الخبرات المختلفة ومواجهة التهديدات الإلكترونية المحتملة المؤتمر يسلط الضوء على أهمية أمن المعلومات في مجال التكنولوجيا وكيفية التصدي للهجمات والمشاكل الممكن تتعرض لها سواء القطاع المالي القطاع الصحي القطاع الحكومي من ضمن أول توجهتنا هي تأمين بيانات عملائنا وتأمين بيانات الوزارات المختلفة وتأمين بيانات الحكومية فكان تواجدنا في المؤتمر ده هو بمثابة أننا رسالة لعملائنا أن البيانات الحكومية والبيانات المواطنين المالية والبيانات المصرية هي بيانات مؤمنة مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني بمصر في نسخته الأولى يعد تكليل للجهود التي تقوم بها القيادة السياسية ويعبر عن مدى اهتمام الدولة بهذا المجال وعن مدى ثقة اليهات المشاركة الإقليمية والدولية في قدرات المجهودات المصرية لتعزيز الأمن السيبراني على مختلف الأصعيدة أحمد الحسيني التلفزيون المصري